أكيد طبعاً اليوم معنا شخصية جداً كريمة وطيبة واليوم يعني كل ما أقول منه ضيفي الكل يمدح ما شاء الله وكيد طبعاً رح تستمتعون بإذن الله فهذا اللقاء معنا العمب التركي فهد عثمان السعيد مساك الله بالخير والله يمسك بالخير ويا مرحبا وأنا بعد أقول هاي أبرك الساعات الله يسلمك ساعة المبارد أنا مستارس اليوم أمجيتكم في قناة المجلس الله يعزك إن شاء الله واللي ونسني أكثر يوم أنك أنت اللي بتسوي اللقاء يا بعد قلبي من طيبك من طيبك وعزك واحد من عياننا الطيبين اللي نرجو لك إن شاء الله مستقبل طيب الله يسلمك يا بعد قلبي من طيبك بداية عمب التركي نحن قلنا آخر الصامدين في منطقة الجهراء الكريمة شنو السالفة هذه حنا صمدنا بالجهراء يوم الثانية ثمانية هذه من حيث المبدأ نعم نعم أكيد أكيد يوم في قصة أول ما سقط على فكرة بالمناطق الكويت سقطت مدينة الجهراء أكيد أيامها أما عن آخر الصامدين ففعلا أنا صامد إلى الموت الله يحفظك أنا في الجهراء ما يمكن أتغير ولا أتحرك منها إلا إلى المثوأ الله يدخلت الأمر الجهراء ديرتنا نعم الجهراء جوها شيباننا نعم نعم مهاجرين من نجد قبل 186 سنة نشاء الله وين نروح الجهراء وين نروح نخليها نروح لي وين الكويت حنا على فكرة نسمي الكويت كويت لي الحين لي اليوم نعم لما نسأل عن واحد أو يسألون عننا فلان وينه قالوا الله فلان راح الكويت يعني حذر راح الكويت ديرت قادر الجهر ديش ديرت حسين نعم نعم الجهراء اللي وقفها وفيها شيباننا يوم يوم حرب الجهراء سنة 1920 قصر الأحمر يوم القصر الأحمر الجهراء يطوير العمر لكن اليوم فيها ثمان شهداء من أسرة السعيد الله يرحمهم ورحم شهداننا و بقراهم لك و بعد عليك سين بيت عشان تعرف صدر عبدالشهداء عبدالكريم بن عبدالطيف السعيد لهذا كان يومها أمير الجهراء نعم وعلى فكرة الجهراء كانت إمارة بروحها نعم تمت لها فترة طويلة وصالح بن عبدالكريم بن عبدالطيف السعيد ومحمد بن عبدالكريم بن عبدالطيف السعيد وجاسم بن عبدالطيف السعيد وعثمان بن عبدالطيف السعيد وعبداللطيف بن سليمان بن عثمان السعيد وعثمان بن سليمان الصالح السعيد وعبدالرحمان بن عجلان السعيد ثمانية هذول الشهداء عائلت السعيد يوم الجهراء ويقولونه ياهم مره بس طبعا ما عندي توثيق للكلام هذا حن ترانا يا بلادي حاضرين فيما مضو اليوم معنك من وراء مايركز البيرق على من رسلين الا السعيد لا من الجو اغبرة اللي حبوها يومها شند الوطين غصبا على التاريخ سجلها جهرة ثمانية في يوم واحد دافنين واحدهم لا منهاش يحسب بعشرة يعني عشرة يوم انتناخوا يا كريم ويا معين ما عاد يطري الموت لو رد البرة يوم انغدل الملح دخان وخنين انشد اسوار القصر عن شي جرى فيما قف يشيب فيه رأس الجنين يوم اعتزوا حيزة صارت مقبرة وهذه عزوتهم للعلم بني تميم لمن تضايق اعتزة قال راع الحيزة يعتزون بالحيزة وسلامتك و صاحب صارك نقول لنا لكن عليك الحال الحكومة تتحمل عبء كبير في هالموضوع و انا تكلمت مع جابر المبارك هذا و حي نرزق رئيس الوزراء لما جانا برمضان بالدوانية ما مفروض يسبحون حق الشارع يطرعون شي طلعك وين رايح تدير الكويت عيالك يابونها سعدوا خلش تريه لبيت بس قول اقعدني هذه بلادهم ما يصير يفضونها الجهر المعاد بقى فيها حدل شارع عبدالله بن جدعان انتهى الموضوع لكن عبو تركي عيالك كلهم الله حفظهم موجودين عيالي طيب الله عمرك راحوا راحوا اجروا ساكنين بالاجارة قلهم تعالوا عندي بلاس قالوا لا لما تزوجوا اجروا وساكنين في مناطق والله ما عرف حتى ساميه يا اقرب على شغلهم هذا صحيح على وناس هذا عذرهم يقول شغل يب تركي الله حفظه الدكتور في محد بأبحاث يقول أنا وين أطلع من الجهرة مع أن اليوم اليوم خاصة هالشهرين هذه أو الثلاثة بعدما خلصت ثلاثين خطة الجهرة السريع نعم صارتها 12 دقيقة سريع يحسبونها من شارع الجهرة لين توقف وصل الجهرة صح صح بس رياض الله يحفظه صامد جميع صامد وياي صامد وياي هو الوحيد اللي صامد والله الباجين الله يسهل عليهم اللي في حطين واللي وما ندل وين فيه مناطقهم ما عارف نعم وشفنا رياض مشاهلا رياض دايما وياك وعلى طول الله يحفظه زينا ما أقل تصمد وسبب يمكن رئيسي إنه مخلي صامد إنه لا يزال عزوبي ايه هو أنا تزوجه والله سهل عليهم هو لا يزال ماسك الله يرزقه إن شاء الله آمين يا رب العالمي والله ما ودني نروح البيت شبير ودني يقعد وينا وما يبقى في البيت من بقى لأنا وعلى ما قال الله يحفظه يا رب إن شاء الله عبو ترك خلنا نرجع الحين إلى طفولتك قل لنا مواقف ذكريات شوف يطوي العبض أنا طبعا ولدت في الجهرة ودرسنا الابتدائية في الجهرة كان الله يرحمه الشيخ الملة صالح صالح الدعيج صالح ابو عبد العزيز رحمة الله عليه يدرسنا عربي ودين والكلام هذا في الخمسينات وكملنا المتوسطة في الجهرة رابعا المتوسطة كانت تعقد لجنة مثل الثانوية الحين اللجنة يسولها وكنترول وكل شيء لازم طبعا ما عندنا اللجنة هذه بالجهرة فقدمنا امتحان شادة متوسطة وين بالشامية بالشامية نقدم امتحان نركب في باص عرفت فرت يجيبنا من هناك ليه جسمه مسافة بعيدة بعيد وخط واحد ذاك الساعة كانت وزار التربية تحرص علينا في ذاك الوقت تعطينا سكن في الكلية الصناعية داخلي كانوا مكان هذا الضبط في الكلية الصناعية العام الدراسي بداية عميته خمسة وستين ستة وستين أول سنة والحمد الله كمنا أربع سنين وبعدين على فكرة طلاب الجهرة يوم جوة الثانوية معظم متفوقين نشاء الله طلاب القرى متعودين على الحرص متعودين ولا عندهم وسائل مثل التي حصل قبل الجهرة لا يوجد شيء فيها دكارين أربع دكاك وستنام ختام ماذا تكلمني متركة عن دراستك في شويخ ثانوية شويخ ماذا تذكر مواقف شيء ما قلت من قبل ثانوية الشويخ يعرفون الذي درسوا فيها الشيء الذي لا ينسي فيها هو المصور 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 هذا الآن الله يذكره في الخير الذي يطلع بتلفزيون القهوية قهوية يطلع صور يحط الصور القديمة لا يطلع هذه هذه كلها من ثانوية أيام الثانوية كافي مصور مرابط في الثانوية لا يطلع فكل طلب الثانوية الشويخ من ذلك التاريخ اللي يمكن حوالي للستيلات اللي يمكن النهاية الستيلات أو لسبب كلهم تلقى لهم صور محفوظة فعلا نحطها ثانوية الشويخ فيها سكن ثانوية الشويخ فيها مطعم شبير سكن الداخلي السكن بيوت برقبة بيت اثنين بيت ثمانية بيت ستة ثانوية الشويخ هي عبارة قبل كانت الطلاب النخبة وين طالب الثانوية ذاك الساعة بس ينطرون يتخرج الجيش يلقط والشرطة تلقط كل مكان إن شاء الله نعم نعم فشويخ فعلا بات النسي وأيامها حلوة دراسنا فيها لغاية عام تسعة وستين أنا خلصت منها بالعام الدراسي أربع سنوات أربع سنين نعم ممتاز لا وكنت على كيفك منتفوق منتفوق ما شاء الله وذاك الوقت لما نقدمنا لجنة وين نقدمنا شوف شلون الكويت ذاك الساعة قدمنا امتحانات في لجنة بخيطان مشاوير زينا على درب كنت رأت لا بعدنا نسكن الداخلي نعم عشان أقرب ما نقدر ما تطلع من الشيء لا لا ما تطلع تخاف يخرب عليك الباص ولا شيء يروح عليك الامتحان باص ثلين وستين ما ثلاثة وستين يسوق واحد الله يرحم اسمه فهد العدواني كان هو كان ماركة فورت فورت ثلاثة وستين ثلاثة وستين طرزة ما شاء الله لا ما جاء لا ما جاء لا ما جاء ما جاء تاتا ولا جاء للمرشد سات ولا فورت ولا شفر لا أقل ولا فورت فكانت أيام الحقيقة يعني سوى متى تطلع من الجهرة بالست أيام الدراسة ستة ونص لازم تطلع بعيد والخطوط من المثال الحين سايدين لكن عبرها سايد واحد وتطلع منك تجي الجهرة يذي العصر ما شاء الله درب بعيد وما يدوس لا بعيد ويدوس لين عزب باص هذا كبري لكن الحين ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن الله سهل وبعدها بعد المرحلة مرحلة الثانوية وين توجدت بعد مرحلة الثانوية طال عمرك أنا طبعا كانت رغبتي بالعسكرية نعم وهذه مع أن أنا كان مجموعة 72 في المئة تقلت متفوق اعتبر في ذاك الوقت لكن لحظة 172 متفوق في ذاك الوقت ايه 55 جامعة تدخل 53 هذه جيدة الآن تصير لا ذاك الوقت 72 اعتبرها امتياز سمعت حتى أذكر حين الله يرحم حيات عبدالله الرومي كان كبير المعلمين في كل الشرطة قال فهد هذا مجموع قوي لماذا راح الشرطة قلت يا عبدالله أنا ما عاد عندي رغبة لهذا المكان هذا ودخلت الكلية كأنه طبعا أول دفعة نعم أم بوتركي ما قطع أكل بالخير إن شاء الله نحن نطلع فاصل ونرجع عشان ندش بالمرحلة الجديدة عشان تقهولنا يا أخوي أو شيء بالفاصل تأمر من عيونك طويل عمرك بعد الفاصل الله يرحم والديك الله يزاك خير رجعنا لكم مع عميد أسرة آل سعيد آل سعيد الكريمة العم أبو تركي فهد عثمان السعيد لو أركن متقاعد الشاعر ما شاء الله الأسامي كثيرة لكن يظل الكريم كريم الله يحفظك يا رب ما عليك دود الله يزاك خير على طار الشعر في موضوع الحقيقي حين طرع علي أنا كتبت الشعر وأنا بالأربعة خمسة عشر أربعة خمسة عشر ما شاء الله المفارقة شنهي المفارقة لما خلصت الثانوية ودخلت الكلية نعم وخدمت 32 سنة أو 33 سنة ما شاء الله ما كتبت ولا بيت واحد ليش لهيت لهيت بالعسكرية وإحنا كنا أول متقيدين بالشغل نعم أول لما تقرأ القانون يحضر على العسكري شعر يحضر على العسكري يعمل مقابلة يحضر الآن هذا كلها راح انتهى لا يحضر لا يحضر الآن تلقى نقيب وعنده شركة نعم نحن طلعنا من الوظيفة حتى بن جرشي ما عندنا نعم لأننا متقيدين في العمل ونقول نحن عسكري يحضر عليه التجارة معنا يحضر على التجارة صح ملتزم فعقم ما طلعت نعم وكلام هذا طبعا 2003-2004 وهذا عندنا بعد نقطة على 2003 بديت أكتب من جديد بديت أكتب من جديد و بس ما كنت أكتب بينك وبين نفسك في الفترة لا 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 ما أنا فاضي ما عندي أنا أجي من المعسكر أنا كنت ويادرون الجماعة هؤلاء ما يواحد يقول أنا و أنا أنا كنت أصلي الفجر في المعسكر نعم وصلي الظهر في المعسكر وصلي العصر في المعسكر أطلع بعض صلاة العصر مشهر أوصل البيت أنا أحن وين وين الشعر أبلقاع بس تعبا الله يحضر وإياك وإياك يقول يقول الله سلمك على طار الجهرة نعم صلا يوم تقول تعتبر من آخر الصام دين أعتزم موطني أنا جهراوي يتخفى الناس ونبقى جهراوي سيرية مرخص ديرتي لأني جهراوي دفن العود وبالعود فيها وتضللنا عن اللاهوب فيها وحضرنا السين الأول ذاك فيها جهراوي لينا موت أبقى جهراوي الله يحفظك إن شاء الله وصح حسانك يا عبد إن شاء الله طويل عمر هذه زهرية زهرية بس أنت عم بو تركي شغلك يعني بري هذا بحري أنا اشتغلت في البحر 16 سنة ما إن شاء الله اشتغلت في البحرية من ملازم من مقدم بالبحرية بالبحرية ورابعت شيبان الكويت الأولين اللي لحقنا عليهم في البحرية نعم نعم هذا أول جهراوي ويمكن آخر مفارقة من حياة من بر إلى يعني نحن جونا مو جو بر الجهرا الجهرا يعتبر جو قرية من جو القرية إلى جو البحر فتميت في البحرية عمر بالبحر طولت عمر يعني شربت البحر شرب وقذرتها فيه فلذلك أخذت المفردات البحرية من خلال الخبرة هذه ونظمت الزهيري لأن الزهيري كل يبوا معنا صح الزهيري لا يوجد فرح الزهيري القديم مع البحر كل يبوا معنا ناس تشكي ناس تصيح ناس تبكي في البحر نعم أربع تشهر وكسور غوص وسنة صفر نعم ففي ألم في تعب كل الزهيريات البحرية لولية لما يلحنون ومع الله لكن لكن يا أخوي نعم لما تسمع تحس أن هذا البحر ون نعم ون من التعب من الضيم من الفقر من الخوف من الجوع كل الأمور تمر عليه يعني بالغوص من الصبح يبتدون يغوصون من بعد طلعة الشمس يمكن لو بعد عندهم أضواء كان يغوصهم بالليل يغاسون بعد طلعة الشمس إلىين تقي بالشمس رأس مال شنه فردتين ثلاث وفنجالين كهوة والسلام توقتيش والمغار بعد شوف الله إن شاء الله يقسم لهم يحط لهم به الناس هذه كانت تعاني ما كانت تقول القصيد من وناس مثل الحين حبيني وحبك لا لا ذلك رجال عاسموا البحر عاسموا التعب عاسموا الفقر وبعدين بعضهم يقلع وزارة على شتفة عقب ربع تشر وقالوا له ها بشر قال الحمد لله مبارك لألف سالم معك شي ما قص ولا ربية الله وبعض نواء أخذتنا الله يسامحهم أنا بيقول فلان وفلان وفلان طلعوا البحرية من بيوتهم استافوا عليهم يطلبونهم ما عندهم في شي يسوي هذا سبحان الله هذا الاختلاف الكبير يعني اللي عشت عم أبو تركي لكن أنا ودي عرف يعني من العسكرية إلى البحرية يعني شون النقلة يعني شون أنت بروح كل أحد قال لا والله ما أحد قال لي أنا طال عمرك يطلبوني قال نبيك وقلت لهم ولما رحت البحرية ما أخفي عليك أنا ما عارف شي فيها ولا عارف البحر عارف البحر من أساس لكن ما عارف شي لكن يما جيت وشفت الناس اللي يشتغل في البحر وشفت المكاتف بينهم وشفت أنهم يعاسمهم كل شي مع بعر الجندي وضابط الصف والضابط كل نبوهين سمعت مني حبيت البحر حقيقة حبيت البحر ووالله طولت حط لي بكل حول 16 سنة في البحرية عقبها طبعا نقلت للحرس الوطني نعم هذه المرحلة بس فيها الآن نحن بنأخذ ناصف التواريخ اللي ذكرتها 2 ثمانية 1990 الغزو الله لا يعود آمين لقدور كبير الحمد لله شوف 2 ثمانية نعم اختبار اختبار ما بعد اختبار يعني نحن كمعسكر الحرس الوطني صمود عسكر الصمود وهو يستاهل هو عسكر الصمود يعني للأمانة الرجال اللي كانوا فيه ذاقي اليوم استبسلوا نعم ما كان عندهم استعداد للحرب ما كان عندهم أي استعداد لكن البلد لما الحقب لحق البطان على قولتها البحر ما عاد لها روح القاضي بلدنا هذه فمن فضل الله الله وفقنا ووقفنا ووقفنا ذاك اليوم ووقف موقف طيب من الجندي الى ضابط الصف الى الضابط وللعلم اضافة الى موقفنا في المعسكر تصال فينا الله يرحمه الشيخ سعد وقال فزعوا الدسمان الله رحمه فزعوا الدسمان دسمان وفزعنا الدسمان وهذا يمكن كثير من ما جاء ولا طاري ولا حسب حسب لماذا لا يذكر أنا ذكرته مرة بس ما جسمه قاتلوا الشباب في دسمان لغاية محرر والقصر الساعة 11 الظهر يوم 2 ثمانية كان دسمان محرر ما شاء الله شوف هذا كلام مثبوث هو لازم يوثق ويدرس شوف بعد الساعة 11 12 ووحدة لما دخلت العراق تمكنت طوقوا ربعنا وبسريتهم مدرعاتهم والقصر وانتهى القصر سقط بعدين للعلم معسكر الحرس الوطني ما سقط بعض الناس قال ما سقط معسكر الحرس الوطني لغاية آخر ضول ليس ساعة 8 بالليل ونحن فيه موجودين نعم بعد الثمانة والعشر بالليل طبعا صار عندنا للعلم حوالي 18 شهيد ذاك اليوم الله يرحمه ويمكن مصابين بين ال140 وبين ال150 نعم وللعلم الدكتور بشارة نعم تقاعد طبعا من الحرس ويليت يوم من الأيام تنادونه يعلمكم اللي حصل عليه كطبيب في ذاك اليوم يصور لك الحالة اللي كان يخيط فيها البطون بقيوط عادية كان يجمع أحشاء الشهداء وأحشاء المصابين ويخيطها على خياط عادي هذا هو حي عند عيادة الحين نعم نعم في ذاك اليوم فعلا الكويتين استبسلوا لوطنهم لا فيها روحها للقاضي وفي حادثة عقب التحريب في واحد من الشهداء دافنين عند باب المعسكر وهذا في مجموعة حضروا وحييين لا يزالون طلعين من القبر القبر كان عند باب المعسكر نعم ما رأيك أنها بدلتها ما كلتها العثة سبحان الله شهيد 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 ما رأيك أنها عندها أوراق مخباتها أوراق مو بدلة أوراق مراجعات طبية على شغلها يحبرها شهيد الله تقبل نعم والله اللهم أمين عسى الله يتقبلهم كشوهداء والحقيقة الحرس الوطني من جندي إلى ضابط قائد ضابط عادي من رتبة ملازم من رتبة عميد هذا كل يوم ما أحد أخر شيء ما أحد أخر شيء مختصار كان اسمه معسكر الصموت نعم لأن هذا الدور الكبير الذي لا يمكن طبعا ننسى ولا يمكن نذكر ما حدث ما كتبت شيء بالذيك الأيام حتى لو بالتحرير بفرحة بحزنة بقول لك قبل لا أقول شكتب هؤلاء الضباط اللي أنت تثني عليهم الله جزاك خير والأفراد كلهم نعم أكيد اليوم هذول الضباط يدورون في الكويت يبون من يعالجهم بالخارج ما لقوا أحد يوديهم لأسف نعم ضباط الجيش لهم مكتب للعلاج بالخارج الشرطة كذلك ضباط الحرس مولودين من خارج الرحم أقولها بالصوت العالي إلى اليوم إلى حال التاريخ ما لهم جهة توديهم أنا ناشد سمو ولي العهد اللي عرفهم هذول عياله إلى اليوم ليعلم سمو ولي العهد أن هؤلاء المساكين ما لهم أحد يتبناهم عشان يوديهم العلاج للخارج وكم واحد بواحد راجع للأسف ما لقال أحد عندنا عميدة الله يرحمها راجع الزوج هذه حية موجودة سيدة فاضلة نعم يمكننا ما تقبل حتى نقول اسمها نعم جاءت تراجع في زوجها مع الأسف بعد ذهبها وحملتها ودتها أمريكا تعالجها هذا كلام مثبوت العلاج بالخارج كثرة شفت شلون اللي ما عنده عضو يتعلبت فيه من هالضباط ما حاجتني عنه ما لجهة لو في لجهة تعال اسمها علاج بالخارج أي إن كان أنا تنومت في المستشفى العظام هنا نعم أنا ما أبوا يقولون الحرس الوطني طرش لي باقة ورد زين شسوا فيه أنا باقة الورد هذه يعني شم باقة الورد هذه ولا شلون ما جيني يا مسؤول اركب البس بشتك تعال أنت تخبرني ذاك اليوم يوم أننا ما قاد أضاقت حيلتكم تقول فلان اليوم تعال أنت ما قصرت واليوم يوم نحن نجم شي يكلفك هذا والأسف التكريم والتقدير مطلوب الواحد مهما وصل يبيه هذه طال عمرك اللي حز في أنفس العالم هذه اللي خدمت واللي أخلصت واللي طلعت ما باقت ولا أسرقت أكيد طلعت أضاف وطلعت مطلوبة أنا واحد من الناس سمعت مني الحمد لله رب العالمين ولا في طيب البلد ما في على بلادك ما في معروف أنك سويت لكن قدرني يعقب هالمدة قل فلان وين فلان كذا فلان كذا سلامتك تعيش خبرة فيك هذه الساعة وأنا أقولها بكل صراحة يعني ما عندي جسمة إن شاء الله يا رب هداهم الله الله يهدي واحد شو يقول يعني بعد اللي قلت احنا ما نقدر نتكلم عبو تركي بس إذا إذا ودك تقول لنا أي شيء من الشعر يعني اللي يخطر بالك لأنه كل اليوم متلهف صراحة لو دي يسمع إن شاء الله وبساع الشعر الجميل اللي ألقى زميل أحمد الوهيدة عائرة الوهيدة هذا أبو ستين نعم أبوه كان ويانا كان ويانا في ثنين ثمانية ناصر عايض وستين نعم وقف الرجال يجب أن تعد الحق يا أخوي على اللي وقف وتذكر السم أحنا ما الذي زعلنا الحالم هذه زعلنا لك نسيت موقفه ما شنا سوى شيء زي لو منحاش هذا شلون أنا أقول حق ربعنا حق تركنا من الوظيفة أقول حق ربعنا السعيد أقول أنا معروفة عليكم كل أبوكم من أصغر واحد لأكبر واحد الشاي بصير ليش قلت لي لأني وقفت هذاك اليوم نعم مثلتكم لو لا سمح الله صار الشغلة الثانية أو فهد حاج شانش يقولوا لكم قالوا هذا فهد السعيد والله ما تطهروا منها إلى يوم القيامة لكن موقفي يبقى مثل موقف الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد الله يرحمه شهادة فهد الأحمد للكويت كلها وبالأخص للإسراء هذا واحد من أفراد الإسراء وهذا اللي حصل عليه كلام كلامك سليم هيد أبو تركي يا الله والأوراق كلها يعني مرتبة ومطبوعة لا أنا عندي أنا الله سأل منك قم ما طلعت سويت ديوانين ديوان اسمه الديوان الباكورة وديوان ثاني يمكن أول مرة أعلنهانا لأنني سويته مهني برة اسمه قطري الهواء قطري الهواء الهواء أنا قطري الهواء أبو سويت برة برة وين بعد سويت أبو تركي بقطر أنا لعلاقة في قطر غوية جدا نعم قطري الهواء وأثني عليهم من اليوم لين تقوم ناغة صالح ستين نعم هذه الله سلمك بأقول لك بس جزء منها طويلة لكن اسمها قصة بلادي قصة بلادي يقول باسمك بدينا فيك يا رب العباد يالله طلبتك السلامة والستر يالله نسألك الهداية والسداد يا رب حنا في لياليك العشر من كثر مفكر بالوضع عفتر قاد أو ضاعنا يا لابتي ما يتسر قالوا بلادي انتشر فيها الفساد وقول خلونا نحلل هالأمر كثر الحشي في ديرتي يا ناس زاد نحتاج من يقرى الذي خلف السطر كلام في قراءة للسطور في من خلف السطور نوهت عليها نعم لا شف ديرتنا ولا شنها بحداد وتفوح يا كافي كما فوح الجدر ما تعلموني شل حول شل همراد شل قصد يا هل المعرفة وين النظر العنبره لا دخن ترث زباد والعوشجة دخانها يدمر دمر والبن لا قنتها بحفنة اقناد يعجبك لا فوح بعيدان السمر والضو لا منها طفت ترث رماد شنو عاقبة الضو رماد بلغي يخصير الضو لا منها طفت ترث رماد من عقب ما هي تشتعل جمر حمر والمعركة معركة تخوضها شرط بعتاد والمرجلة سندة مهم من حذر والرجل في الموقف مثل صبع الزنات ومردي لا جاء لزومه يعتذر والحر لا جاء موسمه وقت الهداد يعجبك لا من تل سبقه ثم شهر شوف الشجر ترميه في صخر جماد ويرمي عليك بأطيب أنواع الثمر بس مختصر أنا ولا قصيدة طويلة والسانك جميل والسانك بس عم بوتركي أنا ليش قطري يعني ونعم به القطر نعم ليش قطري الهوى قطري الهوى أنا الله سلمك لما انطلعت أنا طبعا علاقتي وياهم امتدة من أكثر من أربعين سنة نعم مع القطر و لما طلعت من الشغل نعم طبعا هالقطر شاروا شركة الاتصالات الوطنية الحين اسمها ريدو نعم طرر شو عليه قالوا نبيك عضو ويانا ونعم العضو شوف قلت حاضر قالوا أنت رجل ولك علاقة وعلاقتك ويانا ونحن نبيك ويتيين معنا وانت شسمه فجيت وياهم يعني كان يبونك اسم ايه لا يعرفوني لأنه ممكن مجالك لا لا أنا مو مجال الاتصالات وأنا مو رايح أشتغل موظف لا يبون اسمك ايه أنا عضو مجلس إدارة ايه وانت عارف انت ما يخباك عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة يرسم سياسة استراتيجية الشركة استشارة وخبرة بس ويرسم سياسة الشركة لسنين القادمة 100% استراتيجي وقلت حاضر نعم حنا ربعنا الله يجزاه بخير جماعتنا هنا ما يخفاك انت يعني طبعا نعم بحد قال يا فلان وينك أصلا وين كنت هالمدة ما شفناك ولا كذا ولا لا لا ما في الكلام هذا غير موجود نهائيا فاشتغلنا وياهم أنا الحين لسنة الثامنة معهم في الجسم طبعا احترامهم لي وحشمتهم لي وتقديرهم لي سويت الديوان هذا طبعا أنا في البداية قبل ما سويت الديوان هذا الباكورة ما بيخلط الأوراق حابل بالنابل اي لا الأوراق هذا كويتي الديوان وهذاك بطري خالص مية بالمية مية بالمية ولا معي ما لاجبته ولا تسألني عن قصيدة بات طبعا نحن مستمتعين وياك جدا عمبو تركي ورادين إن شاء الله بعد الفاصل هلكم معنا إن شاء الله هادي بلادي هادي بلادي هادي بلادي هادي بلادي يمتنى في هذه الهيان الويت يطرق وكأتمر علىك أحد اللي ترفي للمهمة العطار يمي عباد وظنوبي بالقسد هادي بلادي هادي بلادي هادي بلادي يمتنى في هذه الهيان الويت يطرق وكأتمر علىك أحد اللي ترفي للمهمة العطار يمي عباد وظنوبي بالقسد موسيقى عند رجال الأم لا قابل عسى تلياد عن داعين علينا الهمم داعين علينا الهمم الله طبعا مع الأم بو تركي خيد عثمان السعيد اللي واركون متقاعد لكن ما شاء الله يعني إنجازاتك جميلة واستمتعت يوم شفت التقليل شو نصدت الدفعة هذه هذه النشيد هذا اللي سلمك اتصل فيني يا الله سليمان فهد أخونا يا صديقنا قال لي بو تركي نبي نشيد طبعا اتصل في أكثر من شاعر وسوها نوع من المسابقة أول شيء الشعارة كل واحد طلب ثمن وحا سليمان حي ويسمع الكلام قال لي اشتبي قلت ولا فلس أنا أول شيء ما بيع شعر وأثنين أنا الميدان هنا تخرجت منه قبل 35 أو 40 سنة هذا اعتبره هدية للميدان فعطيتهم للذي وهو النشيد اللي فاز وللعلم أول مرة بالتاريخ يمشي طابور عسكري على قصيدة نبطية نعم هذه من الحان باصل الخرجي باصل فهد الخرجي أظنها لعين عقيد ولكن الأسف ما شفناها عقوب مدة راحت بدوية راحت مع أن نطبعوا عليها حوالي 3000 أو 4000 سيدي وزعوها المفروض هذه يعتمدونها في التقريج لازم لأن هذه نشيد حماسي يوقف الشعر الجلد أنا حينما سمعته والله أحس أني شوفك ترددها نعم والله نعم لكن يمكن كل دفعة تختلف عن أخر فأي يابون شعر ثاني يابون الأمير الولي الأهد حتى الناس تشجع نشيد مثل هذا أنا واثق 100% وقال لي شوف للعلم هذا حي نرزق الخرجي قال لي أبو تركي أنا من 14 أو 15 سنة في هالميدان أخرج دفعات ما مر علي مثل هالنشيد وهذا هو حي نرزق فالمهم والله نجح الحمد لله نجح ولكن نتأمل نشوفه في المستقبل حين الوكيل الجديد بعد محمود دوسري يخونه ويسمع الكلام والمفروض النشيد هذا يعتمده كل سنة وإذا بقى شيء أنا حاضر وبدون أي مقابل أكيد طول عمرك الكريم طول عمرك الله يرحمه الشعر السياسي ما أنت مشاء الله ملم بالأمور السياسية والعائلة الكريمة معروفة بهذا الموضوع ما كتبت شيء سياسي أو إذا كتبت شيء سياسي هل راح يكون جارح جدا عندك شعر عندك شعر عن الوزراء جواب حبيبي التجريح ماه بزين نعم مؤسسات الدولة ماه بزين وبعدين السب هو زين لا هو يعني أساس تحسسه أنت أنتقد وضع عام مثل ما كل حتى شغلهم بالمجلس أنا ترى ما أنا مقتنع فيه لأمنا الحين اللي واحد عمره ثلاثين سنة يفوق على واحد عمره سبعين ثمانين خمس سبعين سنة رئيس الوزراء أنت عبارة من أحفاده من حقك وهذه أدواتك الدستورية استعملها لكن بكل أدب أحنا داوسنا المجلس من سنة الواحد ستين وليوم إلى حال التاريخ وكان فيه ناس سمونهم معارضة واستجووا وزراء في ذاك الوقت وشالوهم من الحكومة لكن بأدب كونك تنتقد وضع من حقك بس أنت ذكرت عم بركب أن هذه أدوات دستورية نعم يعني بالمجلس الأمة ما في شيء اسمه أعمار يعني يعني تظل بأن كل شخص يمثل شعب يمثل دائرة فأتوقع هذه هذه أمور دبلوماسية أكثر الأدوات الدستورية مو تأخذ بالتدرج والاحترام موجود لا والتدرج اكتب سؤال اكتب لهم عندهم طريقتهم هذا الاستجواب ما تلجأ للأخر مرحلة وبعدين خلتكم كل أدب الاستجوابات عشرة بشاي من خالد بالعافية بالعافية ترحنا عادة يعني الضيوف كريم فيبنالك يبنالك شاي ما أقصرت وبي ضراجيكم الله يسلبك وسهرتونا الليلة على فكرة أنا نوم بكر نستعال نحن ما نستعال أنا نوم بكر وأقعد نبكر والحمد لله رب العالم والبرنامجي زين للحين الله يحفظ الحمد لله الحمد لله الحمد لله نورك تقرير رح يمتعك ويسعدك نشوف معكم فهد عثمان المزع للسعيد الإنسان والأب ببداية تنشئتنا الله يحفظ أبوي أول شيء علمنا مخافة رب العالمين التواضع الرحمة والمحافظة على الصلاة هذه كانت صراحة من الأشياء الأساسية التي في الصغر كانت تتعبنا لكن لما بعد ما كبرنا قدرنا أن مجهود الوالد أن ينشئ أبناء كرجال في المستقبل يحملوا المسؤولية ويفتحون بيوتهم لوحدهم في حياتي العملية أنا اشتغلت تقريبا 20 إلى 21 سنة في الخطوط الجوية الكويتية فأغلب الأشياء التي أحتاجها نصايح من الوالد مواقف تصير دائما ألجأ للوالد أن ينورني علمني شنو أسوي طلعت الحين من الكويتية فصرت شوي خنقول متقاعد فصرت قريب من الوالد أكثر كان يشجعنا على الصيام أن نصوم نص يوم وكانت عمرنا يعني سبع سنين ثماني سنين في ذلك الوقت ما نفهم ولا نعرف لكن هو والله يحفظه يشجعنا على ذلك كنا نصوم نص اليوم وانتغدى يعطينا وجبة خفيفة وبعدين نفطر أنا أذكر بداية صيامي كان عمري سبع سنين أو ثمانة سنين وحبذنا على الطاعات يعني هو طبعا الإنسان دائما يحتذي في أمه وأبوه ويشوف شي سوون يسوي نفسهم فحب أبوي للصلاة والطاعة خلانا نستمر في هذا المجال الوالد في أمور كثيرة موكلها لي أنا بحكموا مني أنا في البيت عنده بحكموا مني أنا تعلمت أشياء كثيرة من الوالد الوقت الحزم النظام ما في يعني حت له غلطان نقول الغلط بس لا تقول مثلا موضوع آخر خلك سيدة العسكرية علمتنا شوي الانضباط علمتنا وقتنا يعني قبل كان وقتنا النومة في وقت معين القاعدة في وقت معين ما كان الأمر سايب الغدى لازم العموم موجود لدرجة أنه في موقف ما أنسى الغدى ما يتغير يعني ما في أكثر من صنف صنف واحد باليوم تابي أكل ما تابي ما تشوف شر طبعا القاعدة مع الوالد ما تمن لأن الوالد موسوعة تاريخية أدبية تسمع سوالة في أول سوالة في قبل فمن تقاعد معها تستفيد فالقاعدة معها جدا جميلة والكل يستفيد من القاعدة معها طبعا أنا سمعتك وتكلم الوالد تقول لا استغربت ليش ما في أحد من عيالك ديش في العسكرية طبعا هو الوالد كان رافض الفكرة هذه نهائية ما يبي أحد من عياله يكون عسكري أنا يعني يمكن أن الوحيد اللي قلته بصير عسكري بس الوالد رفض رفض تام وقنعني صراحة الله يحفظهم العيال لكن الحين سالفت أنه ولا واحد فيهم ديش العسكرية هذا اللي سأل منك تركي الدكتور واخوه رياض أمانة ما ناقشوني ولا يبوني الجيش ولا يبوني العسكرية من البداية صقر الصغير جاني قال لي بأنا مش تهي كذا قلت والله أنا بنصحك نصيحي وبالنهاية أنت كيفك أنت لما تقدم يعرفون اسمك أبوك خدم يدخلونك ما يقولوا شيء سواء ما غيرت الجيش ولا الحرس ولا شرطة لكن أنا شعور عليك توخر عن القضية هذه متعبة متعبة وبعدين شو بيستفيدع شو بتصير أحنا دخلنا وطلعنا نفس الشيء لواء ركن ما يخالف لواء ركن وطلعت لكن اللي يشتغل مقابلك أما في قطاع خاص ولا شيء طلع فيه مبالغ معينة احنا مثل ما قلنا لك طلعنا آخر شيء بردوعة مثل بحرية أو زارك على تشتفك وطلعت يقول مبارك ليلة فسالة مبارك هم طلعنا سلامات أكيد وهذاك طلع فيه بالحلال ولا الحرام بعد ما ندي شون طلع لا الحرام يولي الحرام شو دائما الحديث وأنا على فكرة مقارح حيل في الفقه والحديث خاصة العقب ما طلعت يعني يقول في الحديث قل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك أكيد من عم بالله الحرام ونبوك هذا قالوا يا رسول الله أيذهب الحلال قال يذهب قال والحرام قال هو وأهله هو شهله اللي أكلوا الحرام ما عينوا خير في حياتهم ما عليك هل يضربوا الملايين والدنيا هذه ويش وين يروح ما ردها عليه رادها في الدنيا يشوفها في نفسها وفي عيالها وفي الآخرة هذه علمها عند رب العالمين كلام سليم فالحرام إن شاء الله حاد الناس عليه الحلال دينار حلال والله يسوى مليون حرام وبعدين إذا أنت اشتغلت في الحلال أنا بقول لك شغلة عن تركي دكتور يقول لي جزاكم الله خير ومن دعائك لنا الحمد لله نحن متوفقين وفي خير وعندنا عيال وكذا قلت سمع قلت فيه شي قبل الدعاء وقبل كل شي قال شين هو يبا قلت لأنا ما دخلت في جوفك حرام نعم راعي الأمور الحرام يتوب عنها ورب العالمين أخبرني لكن الفلوس اللي جبتها بحرام ووكلت عيالك شون ترجع تسحبها منهم ما تنسحب أنا أوصي كل من يسمعني نحاشوا عن الحرام خافوا الله في أولادكم هذا بزر مضلوم عندك في البيت شدري عنك منين جبت فلوسك فما مثل الحلال شي الحلال طيب مبروك مبروك نعم كلام كلام جميل والله يديم يا الله الحين لو بنعرف صالفة الغدم بساعة رياضي يقول صنف واحد تبي تبي ما تبي لا أبدا ما فيه وبعدين باللير الساعة هل كثر والباب السكر ولا تنام بره كيفك هذا الشباب يا ما فيه ما شيء على النظام أسأل الحين لا انتهى هذا كلام زمان هذا بكتب ماذا يعني عاد الصنف واحد عاد كل يوم عايش كل يوم عايش لا لا سوي لي تبي بس صنف لا تسوي لي لحم وسمت حنا على فكرة 4-5 أيام بالأسبوع كلها سمت وذوق منه منه اللي نقي الصنف المنيو المنيو مترك يا الله المنيو تعرف لا تعرف وتسوي الأمور هذه وحكم تربيتنا البحرية على طول نحن سمت معظم أيام الأسبوع سمت نعم ما شاء الله نعم معظم أيام الأسبوع سمت كل سمت أشكال بس الحين لا الحين فرطت الحين ما توعل دق الجرس شينو هذا قال المطعم الفلاني شينو يبقى أنا دائما عاييرهم قال المطعم راح نتغدينا من المكان الفلاني تعالوا ما عندكم بيوت أنا أقول لهم كذلك أقول لهم ما عندكم بيوت فيها طباخي فيها خير وين تترون دوروا الأكل مطعم وناس برغير إذا تحب الأكل الكويتي الأكل الإيطالي لا ما أعرف لها أنا أكل طوال لعمرك كان سمت جميع لأنواع المهم سمت شطرية نعم ولا لحم ولا دجاج يعني بس ما قضية إيطالي وهذا يابان لا 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 كل ما لي انزل عدو نحن بنسمع شيء طيب منك هذه سلمك سميتها الكيل فاح الكيل فاح سامحني عاد أنا أشيل الورقة وقربها عاد الكيل يعني يطفح طفح مرة وحدة يعني أنا ما قلت إلا عرفني شايف شيء مزعلني ابتدينا شوف أنا دائم قصيدي أبتدي فيه بذكر الله ونعم بالله لازم أقول يا الله ولا ابتدينا بالله ولا بسم الله وبالأخير دائم أختم بالصلاة على النبي هذا ديدم الشعراء قبل لذا تبتدي لازم تقول بسم الله الرحمن الرحيم بالأخير تختم الصلاة عن النبي ابتدينا بسم منه كل نالح عبيد ما لك الملك من يشرق بشمس الصباح المعز المذل الغني الحميد ساتر العيب يسترنى من الانفضاح نبنى سوق القواف يحان وقت القصيد هذا على فكرة سجلوها بعد التلفزيون وقت دورات فكري وانطلاق الجماع يوم قدرتنا الموقف ولا هو وحيد في مقاييسي أشوفنا الكيل فاح كن بعض العرب ناوي للشديد ضغبره ما تميل جدها والامزاح في بلدنا بالأول كان كل يشيل انت فوريش هصارت بلي جناح يوم بعض العرب مفرشة من جريد كانت بلادنا في ذروة الانفتاح نتكلم عن السبعينات قريب ما روحت بعيد باحد قويت بداياتها عين عم كان شيباننا تسحب وراءها شلاح ترى على فكرة الكويتي ما قط البشت إلا قريب قريب كان حتى بدون نعقال بعد عليه بشت البحر لي نزل من البحر حط بشت على ظهره وكان مر علينا وقت عيب على الشاي بيطلع من بيته إلا لنبس بشته انت غيرت صلاة الجمعة لازم بشت أنا حين أصلي الجمعة ببشتي ما شي على الطريقة الأولية ولا أروح مناسبة إلا ألبس بشتي الديوان الأميري حين قاعد يشون بدون مشوت وهذا ما يجوز ما يجوز هذا اللبس وطني بس حين قاعد تقول لي على طول تلبس أو ما قاعد يشون الديوان الأميري أنا شايف ناس بالديوان الأميري بدون مشوت جاي بدون مشوت بما حتى الشباب اللي يشتغلون هناك يعني كلهم لابسين بشوت المقابلات تصور أنا رحت للأمير كذبا رأي طول عمار أشوف ناس جاينا قابلونا بدون مشوت المفروض الموظفين الديواني يقول تعال وين راي عندك راي تقابل صاحب السمو ألبس بشتك هو يعتبر نوع من التكريم والتقدير للشخص تبت قابله تقدير الشخص اللي جاي وتقدير حق نفسك ولا في حل أن الديوان الأميري يشتري لخمسين ولا أربعين بشت يعلقها عنده ولا شاف الرجال جاي بيدون بشت يحط على أظهاره يقول لدخل على الأمير بحث تقير اشنو ومقصر على الديوان يقول دفعونا الثمن يوم عيشت بعضهم قلوا عيشت زهيد كان شيباننا تسحب وراها الشلاح دفعونا الثمن والخوضة شوفه يزيد عارفين السبب كله من أجل الصباح كانها بالمعاند حان وقت الحصيد كل نصف واحد وحي على الفلاح المواقف ترى ما هي تقل تدلقهم تريد الرجولة تبيه همه وعزه وكفاح مستعدين نبذل كل جهد جهيد ما تجي بالتسدح وكثر الانبطاح بالتكاتف ونشبك كل إيد من إيد لا تكاتفنا جميع أبشروا بالنجاح بالإرادة وبالتصميم نطوي الحديد ما نهاب الملاقة وكثر الصياح كلبونا على المبدأ نعيد ونزيد وش بقى يوم أغلب العمر راح في موالى قيادتنا لضد الضديد ما نساهم على ذلك برغم الجراح الله اللي علينا مطلع والشهيد وحلنا قبل وحلنا قبلنا بسيوفهم والرماح لا جماعة حسن ولا جماعة يزيد من أجل ديرتنا لبسنا الوشاح حلنا شعب واحد شعب واحد بكل فئاته ما نختلف في ذلك أبدا ما عنينا مذهبة الكويتي كويتي يبقى كم خضنا معارك وكم سقط من شهيد ما ندنق لحد له يبضرب السلاح عسى رب يعدلها يذوب الجليل ويعتد الجونا وهم انطاح راح ثم ترجع بلدنا على ما نريد الأمر أمر ربي ثم أمرك صباح وقبل أختم تخيرت من كل عقد فريد كلمتين علي من الله لجد الصلاح في بلدنا أرجال أهل راين سدين في البلد يطويل العمر ناس نصحاح قربوهم حطوك الرجل الرشيد سيدي لو تمين ترسر الباح من قنص بالحرار لا بد هو يبصيد والذليل الحرامي قط عنه السلاح ذا كلامي أقوله وانا فهد السعيد كل بوكم تعرفون يوم صاح الصياح بل يلا هلني طلبتك يا حميد المجيد تحفظ كويتنا يلا كفانة جراحي بلادي رصيدي لا قل عني الرصيد ما علينا لو يكثر علينا النباح والفصل لي وسلم على النبي ثم عيد على نبينا محمد عدم الطير ناح صلاة الله وصحة لسانك عم أبو تركي تشرفت وآيد في هذه المقابلة والآن الأهل الأيام هذه صرنا قليل من قابل رجل كريم رجل فاضل وإذا عندك كلمة خيرة تحب تقولها عم أبو تركي أنا طال عمرك عندي الحقيقة نوع البرغيات أول برغية أو أولها دعاء أن الله أدعي أن الله يأمن علينا هذا قبل كل شيء وإن حكامنا الله يرزقهم بالبطانة الصالحة آمين يا رب اللي تحثهم على عمل الخير إن شاء الله ترى إشبعت الناس من أعلى أمريك وحاضر وكلام هذا لأي شفت الغلط تقول يا طويل العمر ما هو لازم تصددهم وياه يا طويل عمر أنا أرى لو كان كذا كذا بإشروب معين هذه اللي الله يسألك عنه ما هو بس تعالوا وقعدوا إن شاء الله حاضر هذا ما ينفعك وقت اللزوم والله يقول له بصوت العالي أمرك وعلى أمرك هذا تنتهي السالفة الثانية سمو ولي الأهد قلت له أكرر الشيخ نواف الشيخ نواف أبو فيصل يقول يا طويل العمر الله بإخوانك وعيانك ضباط الحرس الوطني تراهم تايهين ما لهم والي مساء العلاج والخارج نعم وأقول لسمو رئيس الوزراء حادثة حصلت معنا هذه نعم نبيه يكلم يشوف الصحة البرضة الكويتين اللي عندهم فشل كلوي واللي يبون استبدالوا يحصلون متبرع زراعة يحصلون في داخل الكويت تنشب في بلعين ومجارة الصحة ما عليكم مننا يقول كم إقامتك كيف رصالك في الكويت ما عليك مننا موافق وخارص وياه نبيه من فضله يكلم الناس هذه يحرصون على الناس كم إقامتك ما كم إقامتك المهم مننا مقتلع ومتبرع والسلام كتام ندعو رب العالمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤخذنا أن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به وعفو عنا وقفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الموت السلام بعد هذا الكلام ما تم على العم ابو تركي فاد عثمان السعيد عميد أسرة أهل السعيد الكريمة واللواء بالجهرة بالجهرة لا تنسي بعد الفاصل وعدي لكم خلكم على